اشتركوا في القناة موسكو وعدت بوقف القصف في شرق أوكرانيا. وكان كل من وزير الخارجية الألماني والفرنسي قد بدأ زيارة إلى كييف بحث فيها الوضع في شرق أوكرانيا. مع نظرهم الأوكراني بافل كليمك. فرونك فالترشتاينماير أعرب عن أمله بأن وقف إطلاق النار الذي أعلن في الخامس عشر من سبتمبر الجاري سيؤدي إلى تحسين الأوضاع. مؤكدا على تمديد هذه الهدنة لفترة أطول في حال التزام الأطراف بها. ووفقا له فإن مجموعة الاتصال الثلاثية قد تضع اللمسات الأخيرة في العشرين من سبتمبر حول ترسيم تواجد القوات في منطقة مكافحة الإرهاب. في هذه الأثناء أعلن الجيش الأوكراني أن الانفصاليين قاموا بداية هذا اليوم بإطلاق النار ثلاث مرات على مواقع القوات الأوكرانية المرابطة بالمنطقة. فيما يبقى الجيش الأوكراني ملتزما بالهدنة. وصلنا إلى هنا مع وعد من موسكو بوقف إطلاق النار في الدنباس ليلة الخامس عشر من سبتمبر الجاري. الهدنة ستمدد أسبوعا. الكل يراقب شرق أوكرانيا. ونحن جينا إلى هنا مع جون مارك لنعرب عن تضامنين الكبير ودعم أوكرانيا كبلد حر ومستقل ومزدهر. نحن نضعم الإصلاحات التي يجري تنفيذها في أوكرانيا. وبالنسبة للعلاقات الثنائية فإن خطة العمل الألمانية الأوكرانية بالنسبة لنا سوف تكون الأساس لهذا الأمر. بالعودة إلى الوضع الأمني وريد أن أقول أنه خلال الأسبوع القادم ستكون هناك خطوة هامة ستعطي لنا بعض الأمل وترسغ هذه الإنجازات القائمة لا سيما في قمة ستكون على أعلى مستوى. نحن هنا نتحدث عن توقيع وبدء تنفيذ اتفاق على سحب القوات من ثلاث مناطق. نأمل أن تبذل جميع الأطراف الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هذه المهام الأمنية.